قبل قليل كان هناك مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد أهم القرارات أمر رئيس الجمهورية بمراجعة رواتب أساتذة التعليم العالي والباحثين على اختلاف درجاتهم وأيضا وفق الرئيس تبون على مقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص إدماج وتوظيف حامل شهادة الماجستير والدكتورة إلى جانب مراجعة القانون الأساسي للأستاذ الجامعي تعرفوا بالقانون الأساسي للأستاذ الجامعي جرى الحديث عن مراجعتهم منذ تولي كمال بداري مسؤولية منصب وزير التعليم العالي وكان أصلا ضمن الوعود التي أطلقها الرئيس تبون عند انتخابه والوزير قال عندي تلت أولويات نظن في التعديل الحكومي تا أكتوبر 2022 قال الأوجور القانون الأساسي والسكن بالنسبة إلى الأساتذة والباحثين بالنسبة إلى الأجور التي أمر اليوم رئيس الجمهورية بمراجعة الرواتب والأجور تعلق أساتذة والباحثين على اختلاف درجاتهم يعني الأستاذ البروفيسور عنده منحة إضافية جديدة الأستاذ المحاضر عنده زيادة في الراتب أو في المنح الأستاذ المساعد عنده زيادة في الراتب أو في المنح يبقى أنه أيضا القضية المطيرة للانتباه هي الإدماج أو التوظيف تحملت شهادة الماجستير والدكتورة لأنه هذه القضية مفتوحة منذ فترة يعني ليست بالقصيرة وكان هناك في جونفي 2023 يعني جونفي الفارط تصريح لوزير التعليم العالي قال فيه بأنه سيتم إحصاء كل حملة الماجستير والدكتورة هؤلاء فرحوا قالوا الإحصاء هي بداية الخطوة للتوظيف المباشر بصحة الوزارة كانت قالت بأن الإحصاء عنده علاقة بمعرفة الأعداد كيف سيمكن إدماجهم ربما في مؤسسات خارج قطاع التعليم العالي وبقى دائما مسألة التوظيف المباشر إشكالية موجودة أو مطروحة على الساحة زيادة على هذا كان هناك رد من طرف الوزارة على أن التوظيف باين القوانين التي تحكمه سواء الوظيف العمومي أو القانون المرتبط بالتوظيف وغيره الآن لدينا مخرجات مجلس الوزارة ولدينا موافقة من طرف الرئيس تبون على مقترح وزير التعليم العالي بخصوص إدماج وتوظيف حامل شهادة الماجستير والدكتورة فما الذي يمكن فهمه من خلال هذه الموافقة